سلام عليكم ازايكم يا حبيبي? عاملين ايه يا رب تكونوا? في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة حبيت اطمنكم على زيزي لان كتير قالولي يا ترى زيزي راحت عند مدمها. ولو زيزي مدمها خدتها ياريت تبعت لنا فيديوهات. وفي كمان كتير قالولي لا احنا متعودنا على زيزي في الفيديوهات وبنحبها وعايزين نشوفها باستمرار. فياريت مدمها ما تخدهاش. فيعني جالي كومنتات كتير في حبيت ان انا اطمنكم على زيزي من خلال الفيديو ده. بس طبعا قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا هنقول اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى اصحابه وسلم ونذكر الله. على بذكر الله تطمئننا القلوب. سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا مش عايز افكركم. ازا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك الحلو. آآ بالنسبة بقى لزيزي. زيزي لست عندي. هو خبر مفرح. واكيد هيفرح كتير من المتابعين. طبعا زيزي عندي مدمها جزاها الله كل خير. بعد ما شافت الكومنتات اللي حضراتكم كنتوا بتكتبوها. فهي قالتلي بصراحة على قد ما انا بحب زيزي. ومتعلقة بها جدا. واتمنى ان هي تكون عندي. بس في نفس الوقت انا مش عايزة اكون انانية. وزي ما انا بحبها اكيد طبعا لها متابعين كتير عندك على القناة. وبرضو بيحبوها زي فانا عشان اخدها. وتكون ليا انا الواحدي كده هتبقى انانية. وانا مش عايزة كده. فخلاص انا هكتفي ان هي ان هي تشوفها عندي في الفيديوهات. فطبعا يعني جزا الله كل خير بصراحة. آآ شالت من علي يعني حملة قيل. لان فعلا انا متعلقة جدا بزيزي. وبحبها جدا لان زيزي تعتبر يعني انا تعبت فيها جدا عن اي سلحفة جاتلي. دي اكتر سلحفة فعلا. انا تعبت فيها وفي علاجها. وكنت بصليلها قيام ليل. وكنت بدعي لها. اكن يعني بيبي عندي بالزبط او اكن حد من اولادي. زينا بدعي الاولادي. بزبط كنت بدعي لزيزي. ربنا يفتح نفسها وتاكل. وتبقى صحتها كويسة. وتعيش وتكون حلوة. لان هي فعلا كانت جالب تحتضر. فانا تعبت جدا في زيزي. فعشان كده انا متعلقة بها جدا. ومتعلقة بكل سلحفي. وكمان عندي الولاد كانوا منهرين جدا. وكانوا زعلانين جدا. على موضوع ان زيزي انا ممكن احد ياخدها او اي او مدمها تاخدها. فطبعا اولادي كانوا رفضين جدا. جدا الموضوع ده. انا عندي اولادي برضو بالذات رحمة. ويوسف بيحبوا السراحف جدا ومرتبطين بيهم. اه فبرضو كانوا رفضين الموضوع ده خالص. فطبعا انا مش كنت عارفة بصراحة اقول ايه المدمها. على الاساس هي يعني اه طلبت مني كتير قوي موضوع ان هي تاخد زيزي. فطبعا اكيد طبعا اللي مربي سلاحف حاسس باحساسي وعارف قد ايه السلاحف تبقى غالية والواحد بيبقى مرتبط بها جدا وبيكون اتعود عليها. وبتكون جزء من حياته يعني اه وجزء من يومه يعني فانا حبيت اطمنكم يعني ان الحمد لله والشكر الله ربنا يا ربي بارك في سلاحفنا كلها. ان زيزي اه لسه موجودة عندي وخلاص مدمها مش هتاخدها. والله يعني مش عارف اقول لكم ايه وبشكر طبعا كل اللي بيحب سلاحفي وبيحب فيديوهاتي. يعني بيحب يتابعني وبيحب المعلومات اللي انا بقولها. وطبعا بشكر كل متابعيني ومشاهديني كلكم على راسي وكلكم بحبكم جدا جدا. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. ودايما تستنوا مني كل جديد وكل مفيد. وعايز اقول لحضراتكم ان تربيت السلاحف مسؤولية لازم نكون قدها. اللي قد تربيت السلاحف يربي. واللي مش قد التربية يريد ما يربيش. وكمان عايزة اقول لكم على خبر حلو جديد. كان وش بندوقة وش خير علي. جات لي بعدها عزيزة. وجات لي بعدها لوزة. فطبعا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. هقول لكم ايه حكاية لوزة بالزبط. وان شاء الله تنتظروا معي الفيديوهات. وعايزة كمان اقول لحضراتكم اللي هيشتري سلحفة جديدة ياخد باله كويس جدا جدا. لانه معظم السلاحف حاليا حاليا مريضة. فناخد بالنا كويس جدا. ولازم نجيب سلاحف من مكان موصوق فيه. اوكي? عشان دي روح وهنتحاسب عليها. وطبعا السلاحف لو حضرتك او حضرتك مش بتحبيها او بتعشائيها بمعنى اصح مش طرف تتعامل معها خطوصا لو عندها اي مرض ايا كان المرض اللي هيجي للسلحفة مش تقدر تتعامل معها لو انت ما بتحبيش السلاحف. فعشان كده انا بقول دي روح وهنتحاسب عليها واللي قد مسئولية تربيت السلاحف يربي واللي مش قد المسئولية هي ريت ما يربيش ويخاطر لان ما نعرفش ايه اللي هيدخلنا الجنة وايه اللي هيدخلنا النار. يا رب فيديوهات يتنال اعجاب حضرتكم. السلام عليكم. اشتركوا في القناة